الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغصوب عليهم بلا الظالين أمن خلق السماوات بالأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأمتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهر واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البدن والبحر ومن يرسل ارطياح بشرا بين يدي رحمته أإلههم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلههم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلموا ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل اذارك علهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عبون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لبخرجون لقد بعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانزروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحسن عليهم ولا تكون في ضيق مما يبكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فغل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقص بينهم بحكمه وهو العسيد العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع النوت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم ولا الظالمين ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذبوا بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وغطع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليلة ليسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فيوم ينفق في الصور ففزيع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين واتو الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسجئة فقفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها فنه كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلب القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم بلا الظالين تلك آيات الكتاب المبين ندل عليك من نباء موسى وفرعون بالحق لطوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض ودعا أهلها شيعي يستوعف طائفا منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسدين ونريد أن نمنا على الذين استوعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهما نبى جنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى الأرضعي فإذا خفت عليه فأرطيه في اليوم ولا تخاف ولا تحسني إن راتوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدبا وحزنا إن فرعون وهما له جنوده فكانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولكن لا تقتله عسائيا فعناء نتقذه ولا دوهم لا يشعرون وأصبح فؤاد رم موسى فارغا إن كادت لتغذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي أطهي قصين فبصوت به عن جذوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرازع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكهدونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقضى عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعض الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بدغ أشده واستغى آتيناه حبا وعيما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيقان إنه عدو مذل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاقف لي فغفى له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك نغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قدل فلنفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسحى قال يا موسى إن المدى يعتبرون بك لي قتلك فاقرج إني لك من النسحين فاقرج منها خائفا يترقب قال ربنا الجن من القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم بلا الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يطرون ووجد من دونه ممرأة تذلال قال ما خطبكما قال تا لا نصري حتى يصطر الرعاء وأبونا شيطه كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الصل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تنشي على استحياه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الصالمين قالت إحداهما يا أبك استأجله إن خير من استأجرك القبي الأمين قال إني أريد أن أمكحك احتبنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أطمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر asta سمع سمع مخصوص السابق لكل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم فلا الظالين فلما قغى موسى الأجل غصر بأهله آلس من جالب الطول لرى قال لأهلهم كثوا إني آلستنا ولعني آتيكم منها بخبر أو جذوة من الناد لعلكم تصطرون فلما أتى همدي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تفقد بيضاء من غير سوء والضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارونه وأصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بكلات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأفبنين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقبة الدار وقالوا إنه لا يفلح الظالمون وقال فلعون يا أيها المال أما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هاماد على التين فدعني صرحا لعني الطالع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره ومجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم بلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عقبة الظالمين ودعناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير البغزوب عليهم بلا الظالمين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القلول الأولى فصائغ للناس وهدوا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب كي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتقابل عليهم العمر وما كنت تابيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من طبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسلا فنتابع آياتك ونكون من المؤمنين فلما داءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحراني تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستديبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أغل من من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر ترجمة نانسي قنقر